السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد على قناة معلومات اندرويد في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نعمل منشور مجهول الهوية على مجموعات الفيسبوك طبعا عشان تعمل منشور مجهول الهوية اول حاجة لازم تكون المجموعة اللي هتعمل فيها المنشور تكون موافقة على الخاصية دي لان في بعض المجموعات مش مفعلة ان هي تنشر منشور مجهول الهوية من كبال الاعضاء اول حاجة هنروح على تطبيق الفيسبوك بالشكل دوت وبعدين هنروح على اي مجموعة عندنا بعد ما نفتح المجموعة اللي احنا عايزين نعمل فيها المنشور هنيجي عنده اكتب شيئا بالشكل دوت ونكتب مثلا كل سنة وانتوا طيبين بالشكل دوت وبعدين هاجي في اعلى الشاشة هلاقي حاجة اسمها نشر محتوى مجهول الهوية هبدأ افعل الاختيار بالشكل دوت وبعدين هضغط على تم طيب لو انا لقيت نشر محتوى مجهول الهوية مش مفعلة عندي هتلاقي في صندوق الوصف فيديو يشرح لك حل المشكلة دي وبعدين هضغط على نشر بالشكل دوت زي ما احنا شايفين كده تم النشر عدو مجهول الهوية ونفس الرسالة او نفس المنشور اللي احنا كتبنا وبكده باحنا استعرضنا معاكم كيفية نشر منشور مجهول الهوية على مجموعات الفيسبوك وده كان درسنا النهاردة اتمنى يا رب تكون استفدت منه في رعاية الله وحبزه